اشتركوا في القناة الى نيجيريا في دجنبر 2016 وزيارة الرئيس بخاري الى المملكة في يونيو 2018 كما اعرب الملك ورئيس محمد بخاري عن عزمه من مشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وانجازها في اقرب الاجالة ولسيما خط الغاز نيجيريا المغرب واحدات مصنع لانتاج الاسمدة في نيجيريا وعبر الرئيس بخاري عن تشكراته للملك على دعم المملكة التضامنية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف لا سيما من خلال تكوين الآئمة النيجيريين بمعهد محمد الثالث لتكوين الآئمة المرشدين والمرشدات وفي ذات السياق كانت قد شرعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المعروف اختصارا بثيداو في دراسة مشروع انبوب الغاز المغربية النيجيرية وذلك رغم التحركات التي تقوم بها الجزائر من اجل عرقلة هذا المشروع الدخم الذي يهم مؤذيد من 13 دولة واجتمع قسم الطاقة والمعادن التابع لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في الشهر الماضي في العاصمة البوركينية وغادوغو لمناقشة تقدم المحرز في تنفيذ مشروع توسعة شبكة انبوب غرب افريقيا للغاز وذلك بحضور خبراء وممثلين عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربية واوضحت المجموعة الاقتصادية ان هداف الاشتماع تشمل ايضا اطلاع الدول الاعضاء على المستوى الحالية لتنفيذ المشروع يليه تقييم التفاعلات بين هذا المشروع وانبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا ثم رصد توجيهات الدول الاعضاء حول عملية التنفيق بين الانبوبين وشرك في الاجتماع ممثلون عن وزارات المحروقات والطاقة بالدول الخمسة عشر الاعضاء في الاكواس الى جانب عدة مؤثثات منها الاتحاد الاقتصادي والنقدية لغرب افريقيا وهيئة انبوب غاز غرب افريقيا وشركة انبوب غاز غرب افريقيا ووحدة اعداد وتطوير مشاريع البنى التحتية للاكواس والشركة الوطنية نيجيرية للنفط والمكتب الوطنية المغربية للهيدروكاربورات والمعادنة وكانت مفوضية سداو بدرت سنة 2015 بناء على توصية من رؤساء الدول والحكومات الى القيام بدراسة للجدوى الاقتصادية حول توصية شبكة انبوب غرب افريقيا للغاز الغاز وبعد ذلك اعتمدت بناء على توصية من وزراء الدول والحكومات الى القيام بدراسة للجدوى الاقتصادية حول توصيعة شبكة انبوب غرب افريق للغاز وبعد ذلك اعتمد وزراء الطاقة والمحروقات بالمجموعة ذاتها نتائج الدراسة قبل ان تتبناها المؤسسات النظامية للثداوة خلال ديسمبر 2018 في العاصمة الاتحادية النيجيرية ابوجا ما قاد الى عقد اجتماع للفاعلين المعنيين من اجل تطوير المرحلة الاولى من مشروع توصيعة شبكة انبوب غرب افريقيا للغاز وكانت الجزائر وقعت اتفاقا قديما يعود الى سنة 2002 مع نيجيريا من اجل انشاء انبوب للغاز عبر للصحراء بتكلفة قدرت حينها بنحو 10 مليارات دولار لكن هذا المشروع ظل جامدا بسبب عراقيل عدة وجهتها ثم تحركت الجزائر لاحياء الاتفاقية وتسريعية بعد توقع الرباط وابوجا مشروعا ضخما لنقل الغاز يستفيد منه حوالي 300 مليون نثمة ويهم اكثر من 13 دولة وخلال زيارة الى نيجيريا في الشهر الماضي دعا وزير الخارجية الجزائرية ثبر بوغدوم المسؤولين في نيجيريا لضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الثلاثة الرئيسية التي تجمع البلدين وهي الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز والوصل عن طريق الألياف البصرية يشهد إقليم آثة في إنجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تهم عددا من المجالات الصناعة والسياحة والطرق وذلك بكلفة مالية تفوق 300 مليون درهم وذكر بلاغ لعملة الإقليم أنه رغم الضرفية الصحية والاقتصادية التي يمر منها العالم أجمع والمملكة المغربية بثفة خاصة عدة مستثمرين وضعوا ثقتهم بإقليم آثفي واستثمروا في عدة قطاعات لعل أبرزوا المجال الصناعية وذلك بإنجاز مشروع بناء مصنع للجبس على مساحة 5 هكتارات بالجماعة الترابية سيديتيجي وأضاف البلاغ أن الحجم الاستثماري لهذا المشروع يبلغ 30 مليون درهم سيمكن من خلق ما يقارب 115 منصب شغلة وآخر على مستوى الجماعة الترابية لآثفي ويهم إنجاز وحدة لتصبر السمك على مساحة 1.3 هكتار بإغلاف استثماري يقدر بـ 300 مليون درهم سيمكن من إحداث ما يزيد عن 300 منصب شغلة أما على المستوى السياحي فمن المنتدر أن يتعذز العرض السياحي بإنجاز مجمع سياحي وترفيهية على مساحة 3 هكتارات بالجماعة الترابية أييرة بإغلاف مالي قدر في 5 مليون درهم سيمكن من خلق أزيد من 25 منصب شغلة وحسب البلاغ ستساهم كل هذه المشاريع لمحالة في تحرك عجلة الاقتصاد المحلية على عدة أصعد وكذا خلق جاذبية وديناميكية اقتصادية هامة على مستوى الإقليمة وبالموازات مع ذلك فقد تم تعزيز العديد من البنيات التحتية بالإقليمة لا سيما الشبكات الطرقية حيث تم بدء الموافقة المبدئية من أجل إصلاح الطريق الجهوية الساحلية رقم 301 بالإضافة إلى أشغال إعادة تهيئة منطقة رأس الأفعى بمدينة آثافي التي شرفت على نهايتها دون إغفال المشاريع في طور الإنجاز على مستوى الشاطئة وجه مسؤول تونسي اليوم الجمعاري ثلاثا إلى حكومة بلاده بدرورة الاستفادة من تجربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتي تعتبر رائدة ومتكاملة بفضل تعدد أبعادها وأكد رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب مونير الكثيكثي في تقرير إلى رئيس مجلس نواب التونسية راشد الغنوشي على أهمية الاستفادة من تجرب بعض الدول الشقيقة على غرار المغرب في مجال الوقاية من الإرهاب ومعالجة هذه الظاهرة والإحاطة بالمغرر بهم وإزالة الثبغة التطرفية عنهم بما يسهل إعادة اندماجهم في المجتمع وترتكز الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب على ثلاث مرتكزات أولها المقاربة الأمنية الاستباقية بتفكيك الخلاء الإرهابية وإنفاذ القانون أما المرتكز الثاني فهو إصلاح المجال الديني من خلال ربط الحقل الديني والخطب الديني والمساجد والآئمة فيما يتمثل المركز الثالث في إطلاق مشاريع تنموية موجهة للمناطق المهمشة التي كان ينتعيش فيها الخطاب المتشدد وفي تونس أيضا وفي خبر آخر أكدت رئاسة الجمهورية التونسية يوم الخميس صحة محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد بمادة سامة وقالت الرئاسة في بيان مساء اليوم إن رئاسة الجمهورية تلقت يوم الاثنين الماضية بريدا خاصا موجا إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ضرف لا يحمل إثم المرسل وتولت الوزير مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الضرف فوجدته خاليا من أي مكتوب ولكن بمجرد فتحها الضرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلية لحاسة البصر فضلا عن صداع كبير في الرأس كما تجزر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادث وشعر بنفس الأعراض لكن بدرجة أقل وأوضح البيان أنه تم وضع الضرف في آلة تمثيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية ولم يتسنى إلى حد هذه الثاعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الضرف كما توجهت مديرية الديوان الرئاسية إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة والوقوف على أسباب التعاكر الصحية المفاجئة ولم تقم صالح رئاسة الجمهورية بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة تجنبا لإطارة الرأي العام وللإرباك ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك وفق البيانة وطمأنت رئاسة الجمهورية شابت نصيبا رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصفه أي مكروه مؤكدة حرثها على ضمان الحريات التي كرثها الدستور ومنها حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر وتعلن مثندتها المطلقة للكلمة الحرة المعبر عن الرأي الآخر وتستغرب في المقابل مطردة من تولى تناقل خبر محاولة التثميم هاته عود البحث عن من قام بهذه المحاولة البائثة حسبنا الله نعم الوكيل بركات 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 الزوالي مات وقتلتوا الشفاء أنا شعبتين شلقريحة أنا شعبتين شلقريحة نظمت اليوم الثبس بمدينة الأغواط 412 كم جنوب الجزائر العاصمة مظاهرة حاشدة لتنديد بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الهشة وبالعراقيل التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية بهذه الولاية الواقعة بجنوب الجزائر ورفع المتظاهرون بالساحة الكبيرة للمدينة ومن بينهم شباب ونساء لافتات للمطالبة بالحق في التشغيل والسكنة وبتحسين خدمات الصحة والتعليم وكذل التنديد بالحجرة وتهميش منطقتهم الغنية بالغيث ومما كتبت على هذه اللافتات مكاتب البريدة دون الثيولة وشباب عاطلون تثاوي آفات اجتماعية وعبر الشباب عن استنكرهم لغياب تفاعل السلطات المحلية مطالبين برحيلها وكان قد تم يوم الجمعة اطلاق نداء على شبكات التواصل الاجتماعية من اجل تنظيم مثيرة في اليوم الموالي وبحسب وسائل اعلام جزائرية فقد سبقت هذه المداهرة مثيرة حاشدة نظمت في المدينة داتية يوم السابع عشر يناير الشهرية ونظمت مؤخرا تجمعات في العديد من المناطق الجزائرية وخاصة بالجزائر العاصمة والقبائل على الرغم من حضر المداهرات لتنديد بالاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان ومن اجل المطالبة بالكرامة وارثاء نظام ديمقراطية كما طالب المتظاهرون الذين تحدوا قرار حضر اي تجمع عمومية بسبب جائحة كوفيد-19 بالافراج عن معتقلية الحراكة وهو الحراكة الاحتجاجية الشعبية المناهضة لنظام والتي كانت قد اطاحت مطلع سنة 2019 بالرئيس عبدالزيز بوتفليقة من الحكمة اشتركوا في القناة